جال ضيوفه وعملته وسبته شوية يهدى كده في الفرن في التلاجة وبعد كده قطعته وحمرته ينفع في الزيت أما لو أنا مش مستعجل عليه ممكن أحطه في الفرن يعني الناس اللي بتعمل ضايت ومش عايزة تحميره هيقول لك ده في زيت كتير ممكن يعملوه في الفرن جميل مين معنا؟ أستاذة هدى؟ يا أستاذة هدى السلام عليكم وعليكم السلام وحضر الله وبركاته إزاي حضرتك وصحة كتير؟ وحضرتك بخير وبصحة وسعادة ربنا يبارك لك يا رب أنا عايزة أقول لك بس أنا بناتي ما يصنوا مجلين بيحبوك جدا والحاجة والدتي بتعزك يعني يا سبحان الله الحمد لله رب العالمين ده شعور متبادل ربنا يكرمك يا رب ربنا يبارك وعمرك يا رب أنا عايزة كنت أسأل حضرتك على العيش البوري وعايزة أعرف نوع السمكة اللي حضرتك عملتها النهار ده ده إيه؟ دي لوت اسمها لوت سمكاية آه ممكن تكون أروس ممكن تكون وقار ممكن تكون أي سمكاية بس دي نوعها اسمها لوت آه أنا عارفة لوتة اللي هي سويسي بتبقى حلوة آه آه دمية سويسي بيوت عادي مرة نعزمك على ملوخية على فتة ملوخية في الشرقية عندنا على رأسي على رأسي طبعا إحنا الشيء بالشيء يذكر طبعا الشرقوة هما زي الأسوانيين في القرم طبعا مصريين كلهم قرم وكل شيء لكن الشرقوة يعني في حاجات كده في التراث معروفة الأسوانيين والشرقوة من أقرم الناس الموجودين في مصر السنة عاشرت ورحت وبمناسبة الشرقوة بقى 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 سلام لكل حبيبنا في الشرقوة وبقى صديق الجميل الدكتور محمد الصوفي يا رب كن سمعنا طيب تعالوا مع بعض نعمل العجيم بتاعنا أول حاجة هنحط مع الكاف مش كل مرة بقول لكم أما نجي نعمل حاجات بسكوتات تبقى بالكاف نجي نعمل حاجات فيها هوى وفوليوم تبقى بالمضرب عشان خاطر فيه ناس بتشتغل عجاين بالمضرب فبيتكسر ويبوز يبقى حرام طبعا والمضرب ثمن وغالي حتى لو غيرناها فعشان كده كل حاجة لها حاجة الكافة ده هنحط الزبدة اهي 50 جرام ونحط عليهم السكر البودر ونقلب كله مع بعضه كده نسيبه لغاية ما يخشه مع بعضه يوتا جنسه حلو قوي وفي نفس الوقت اروح ابصة على السمكاية اخبارها ايه خلاص انا اعتقد ان هي كده دخلة في التسوية وحتيبقى زي الفل يعني ان شاء الله مع شوية الخضروات دول مش محتاجة حاجة بس احمد من كرمو عمل لنا شوية رص احمر كده من اللي هم بتاع السمك اللي بالبصل والتماطم هقول لكم عملهم ازاي هنا الزبدة والسكر في يتجانسوا مع بعضه وبعدين بعد ما يتجانسوا مع بعض مش عايز يزود اكتر من كده لان الموضوع بسيط جميل حنقوم جايبين البيضة وسفار البيضة معاهم ونسيبهم كده لغاية ما يعملوا خليط انسيابي وبعدين ناخد هنا معلقة من اللبن اهو معلقة صغيرة كده ونحط فيها القهوة المركزة ونحط كمان الكاكاو علشان ندوبهم عشان لو جيت احطوهم على العجينة لوحدهم كده هيبقوا كتل ممكن نحط هنا اهو يبقى انا حطيت هنا القهوة المركزة انتو عارفينها طبعا مش عايزين نقول اسامي بدوبها معاها وحط عليها الكاكاو معلقة الكاكاو ونقلب جميل ونقلب ده كله مع بعضه انا متهيق لي ان البسكوت ده طعمه حلو قوي ممكن نشكل فيه تشكيل زي ما احنا عايزين يعني جميل بعد ما قلبنا وكده الكاكاو حلو قوي خلاص سكر مع الزبدة الاول وبعد كده البيض وبعد كده جزء من اللبن وخلي الباقي احتياطي وبعد كده نحط عليه نرفع كده هو ونرفع الكاف ونحطين الدقيق دفعة واحدة لان احنا عايزينه بسكوت هش ونقوم نزلين كده ومقلبين تقليبة يعني ايه تقليبة يعني ما نعجنش مش عايز العجين كتير بغاية ما يختلط كل الخليط فاكريني ان انا مخلي شوية هنا من اللبن عشان ممكن يكون نسبة الرطوبة الموجودة في الدقيق كتير تتقوم سيلاني العجينة لكن انا خليت شوية لبن برا عشان لو احتاجتهم لو احتاجتهم بصوا بقى العجينة عاملة ازاي اهو انا كده حط بقى شوية لبن شوية كده كمان وانا مطمئن لان العجينة هيدو بقى هي بتلف معانا هنعمل ايه بقى هنقوم واخدين العجينة دي كمان نزود ونرفع ونقسم العجينة دي نصين نص اهو ناخد جزء كده اهو نخليه كده هاتو ابيض زي ما هو كده هنا والنص التاني نضيف عليه الكاكاو والقهوة بتاعتنا المركزة ونعمل خليط بني وناخد معانا اتصال يا ام احمد اهلا اهلا بيك اهلا بحضرتك حضرتك عامل ايه انا بخير والله يطلما انتو بخير ليه مش للدرجات دي ربنا يخليك دي الله يخليك لا لا ازاي بس ربنا يكرمك يا ربي يبارك في عمرك ويدكو الصحة الله يخليك كيف انا عايز ضبط من حضرتك صارك تؤمري تؤمري ربنا يخليك انا ولا انا عايز اعمل عملية بس انا مش لاي حد يعملها لي وعايز اخلم صارك علام بس متعرف اوصل له اوصله ازاي والله انا بصي حاخد راكم حضرتك وانا هحاول اتواصل مع واحد من الناس وان شاء الله الدكتور عمر مش هيتأخر ويعمل لحضرتك بس ياريت خدوا راكمها في التليفون احنا ما بنتأخرش على حد ابدا بشكرك على اتصالك خلاص كده بصوا بقى بعندي خلطين خليط بني وخليط ابيض حفردهم ولكن قبل ما نفردهم هنستأذنكم ناخد فاصل وبعد الفاصل هنوريكم فردناهم ازاي ونحمر مع بعض ونعمل انت عايزينه بعد كده نجاو على الاسئلة ما حد شوح في مكان دايما الممتع والجديد هتلاقوا برنامج المطبخ مع الشيف يوسري ولكن بعد الفاصل يعني الحضراتكم طبعا الواحد مش عارف يشكر الناس ازاي على اللي بيعملوه ده بصراحة ابداع السمكارة حتة حلوة قوي ودي عزومة وليمة يعني ممكن تعمله عليها عزومة كاملة البسكوت انا فردته زي ما قولنا وحطيت الطبعة البني فوق الطبعة البيضة وعملته دايرة رول وقطعته قلت استغل الوقت بعد ما قطعنا كده اهو عايزين تعملو ايه بقى عايزين تفردوه زي ما حتشوفو دلوقت كده على يعني تفردوه يبقى رأية ماشي عايزين تحطوه زي ما هو كده سليم بس لما يتفرد هيبقى احسن يمتهيال نفرد دي كده ونحط عليه القطع ونيجي كده نفردها شوية عشان تبقى مدياني بسكوت رؤية ونحطها في الزيت السخر عايزين تحطوه في الفرن مفيش مشكلة القصة دا موضوع اختياري طبعا البسكوتات دي حلوة قوي وطعمها جدا هيعجبكم روعة ولكن زي ما انتوا شايفين احنا بحطها في الزيت ونقلب طيب حقولكو حاجة لو انا حطتها بقى زي ما هتشوفوا دلوقتي اهو هتلاقوا في لونين مختلفين بشكل مختلف في التسوية وهتعجبكم جدا حاولوا تعملوها كده الاطفال هتحوق ده ممكن نرش على شوية سكر بدرة ممكن نرش على شوية كاكاو الموضوع ده اختياري لكم عايزة جاوب بقى على بقية الاسئلة عشان خاطر ايه ما نجي نسلم عليكم يبقى احنا جاوبنا في عملنا هذا المايك يأتي الد 13 Ulbrdoqui هنا كان جاء الاسئلة سؤال عن الكانلوني الكانلوني كتير اغذية من المصريين بيعملوا الكرب ببقى اسمه كانلوني؟ اناật ذلك ح avez حلقة كاملة ان شاء الله الاسبوع المست توتام به هنعمل كريب حلو وهنعمل كريب حادئ وهنعمل كريب الاسبوع المستمر وب Tips ال graduated لو عايزين نعملها العجينة الأصلية عبارة عن كيلو من الدقيق بياخد تسع بضات ومع لقتين زيت زتون وشوية ملح وبنعجينه في العجان ونسيبه يرتاحه وبعد كده بنفرده يبقى عجينة رؤياء زي بتاعة اللازانيا وبعد كده بتستوي ونحشيها الحشو أما الكرب اللي احنا بنعمله في البيت حاليا هو عبارة عن خمس بضات نص لتر لبن مع لقتين زيت ومع لقتين زبدة ومية وتمانين جرام من الدقيق يعني حوالي كباية ونص كل ده بحطه مع بعض أخلطه وصفيه واسيبه يرتاح شوية وبجيب طاصة اللي ما بيرزقش فيها الأكل هدهنها بالزيت وتسخن وأحط فيها كبشة والكلام ده كله هنعمله الأسبوع الجاي كان جالنا سؤال عن الكشك جالنا سؤال عن الكشك الكشك هنعمله مع بعض يوم الثلاثة يعني يستحسن نحن نشوفه على الطبيعة يوم الثلاثة ايه تاني؟ العيش البوري هي عبارة عن عجينة كبايتين دقيق معلقتين زيت وشوية مية وشوية ملح ورشة صغيرة كده من البيكنج بودر رشة صغيرة ممكن ما حطش بيكنج بودر بقطع العيش قطع صغيرة واسيبه يرتاح وبعد كده بفرده رؤيع جدا وزيت سخن زي ما انتم شايتين كده وحط العيش واجب الكبشة عليه زيت لغاية مايرفع معانا يبقى ده العيش البوري هتلي بس حاجة كده بسرعة يا أحمد هنلحق ولا ايه؟ هالرص دول والرص عليه بسكر بودرة ونسلم عليكو بقى شايفين اظن مفيش اسهل من كده يبقى انا لو جاي لضيف سريعا ممكن اعمله البسكوت ده بسرعة قوي ويبقى مبسوط بالاستقبال بتاعنا له ونحط كمان واحدتين كده استأذنك في اسئلة تاني في اسئلة تاني الحمد لله احنا جاوبنا على الاقل على تسعة وتسعين في المية من الاسئلة احط البسكوت ده برضو عشان ايه؟ بس كان فيه معلومة كده كنت عايز اقولها لو افترضنا ان انا خلطت البسكوت ده مع بعضو وعملته كور وفردته وحطيته حيبقى طالع مرتفع يعني انا كان عندي حتة من العجين قلت اجربها قبل الهواء طلعت معاها بالشكل ده اهو دول اهم كان بني قطع حتة بني كده كانت موجودة خلاص احنا بس عشان خاطر من زعلش بس الأستاذ ياسر بقى مننا انرش عليه شوية سكر بودرة ونقول لكم احنا سعداء جدا ان احنا كنا معاكم النهاردة ويا رب دايما نكون عند حسن الظن هنحط ده هنا ونقول لكم اشوفكم على خير زي باقول لكم اليوم يا رب نحبه بعد السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة